طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم سوجوك بايراكتار وهو مدير شركة بايكار المنتجة لطائرة بايراكتار التركية طائرة المسيرة ذات الشهرة العالية والكبيرة يقول سوجوك بايراكتار وهو صهر أيضا رئيس تركي رجب طيب أردغان تلقيت ببالغ الأسى خبر الاغتيال الغادر لإسماعيل هنية أحد رموز المقاومة الفلسطينية ستواصل المقاومة كسب تعاطف كل شعوب العالم في معركتها ضد الصهيونية الهمجية والنصر سيكون حليف الأخيار في النهاية اللهم بارك شهادته وارزقه فسيحة جنانك عظم الله أجر عائلته والشعب الفلسطيني الشقيق وجميع من يقاوم ضد التروس الفولازية للإمبريالية في يوم ما سيتم كسر أثنان هذه التروس هذه التدوين والتغريدة أتت من سوجوك بايراكتار مدير شركة بايكار وتابعنا هذه النجاحات الكبيرة لهذه الشركة العملاقة وكيف أنها سهمت في تطوير أصناعات الدفاعية للجيش التركي وهذه الطائرات المسيرات التركية التي أصبحت حديثا للعالم أجمع بعد أن تدخلت في حرب كربا ودعم الجيش الأزري ضد القوات الأرمينية وكيف أنها تدخلت أيضا في كثير من مناطق الصراع وكانت تعمل بكفاءة عالية